بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله مساءكم بكل خير وحفظ وطننا وقياداته بخير وصحة وسلامة انطلاقا من الحرص مجلس التعليم العالي على تقديم تعليم جامعي نوعي ذوجود عالية يحقق مبدأ العدالة ويقلل فاقد التعليمي وفجوة التعليم التي يمكن أن تحدث نتيجة انقطاع التعليم العادي وحرصا على المحافظة على صحة وسلامة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في مؤسسات التعليم العالي وعلى ضوء ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة والتزاما بأوامر الدفاع ذات العلاقة وخاصة أمر الدفاع رقم 7 وأمر الدفاع رقم 11 ونظرا للحاجة لخفض عدد الطلبة الذين يحضرون إلى الحرم الجامعي دفعة واحدة وأيضا خفض عدد الطلبة في الغرف الصفية لتقليل فرصة انتقال العدوى بينهم لا سمح الله وبعد التشاور مع لجنة الأوبئة ولإعطاء الجامعات وقتا أكبر وفترة زمنية أطول لينهاء عمليات القبول والتسجيل بكافة أنواعها في الجامعات الرسمية فقد قرر بجلس التعليم العالي في جلسته رقم 24 المنعقدة بتاريخ 23-09-2020 تأجيل بدء الدراسة في الجامعات والكليات الرسمية إلى يوم الأحد الموافق 11-10-2020 على أن يستمر التدريس اعتبارا من هذا التاريخ حسب الترتيبات التي أقرها مجلس التعليم العالي في جلسته رقم 20 المنعقدة بتاريخ 21-27-2020 والتي قرر فيها الموافق على أن يكون شكل التعليم في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد 20-21 تعليما هجينا هايبريد أي يمزج بين التعليم العادي والإلكتروني عن بعد والتعليم المدمج وذلك بالاستفادة من تجربة التعليم الإلكتروني في الفصل الدراسي الثاني الماضي والفصل الصيفي الماضي على أن تطبق الأسس الآتية فيما يتعلق بالتدريس والامتحانات في الجامعات والكليات الجامعية في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 بالنسبة لطلبة البكالوريوس تدرس جميع متطلبات الجامعة ومتطلبات الكلية الإجبارية والاختيارية إلكترونيا عن بعد ثانيا تدرس المساقات التي تحتاج إلى مختبرات أو مشاغل أو تطبيقات عملية أو بدنية ولا يمكن تعليمها إلكترونيا عن بعد في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية مع مراعاة شروط الصحة والسلامة العامة والتباعد الجسدي ثالثا تدريس متطلبات التخصص في داخل الحرم الجامعي مع مراعاة شروط الصحة والسلامة العامة وفيما يتعلق بمواد التخصص هذه يترك للجامعات أن تقرر تدريس بعض هذه المساقات عن طريق التعليم المدمج بنسبة تحددها مجالس الجامعة وتنطبق هذه الشروط الثلاث أو الطرق الثلاث على طلبة الدبلوم المتوسط في كليات المجتمع أما فيما يتعلق بطلبة كليات الطب البشري والطب الأسنان فيتم تدريس طلبة كافة السنوات في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية ويترك لمجالس العمداء بناء على تنسيب مجالس الكليات تدريس وتقييم بعض المساقات من متطلبات الكلية والتخصص الإجبارية والاختيارية على نظام التعليم المدمج أما بالنسبة لطلبة الدراسات العليا فيتم تدريس جميع المساقات الدراسية العليا سواء كانت في مرحلة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتورة عن طريق التعليم المدمج شريطة أن لا تقل نسبة التدريس في داخل الحرم الجامعي عن 50% وأن تتم جميع الامتحانات في الحرم الجامعي وكذلك اتخذ مجلس التعليم العالي قرارا بأن تفتح شعب محددة للطلبة الأردنيين الموجودون خارج المملكة والطلبة الوافدين الذين لا يستطيعون العودة طرح بعض المساقات إلكترونيا حتى لا ينقطعوا عن الدراسة وسنعلن مساء هذا اليوم على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية التفاصيل الدقيقة لهذا القرار بحيث يتمكن الجميع من الاطلاع عليه والالتزام به إن شاء الله حمى الله وطننا وحمى قائده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة